موسيقى أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير أحبكم أنا فيصل أحمد شلوب في ساعة في الإقتصاد اليوم موضوعنا بموضوع واحد نطرح فيه طبعا عن المحاكم التجارية وقع وزير العدل الدكتور وليد صمعاني ورئيس ديوان مظالم الدكتور خالد اليوسف أمس في مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض مذكرة تنص على الاتفاق على وثقتين نقل الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام بالنسبة لطول المدة الخاصة بالمحاكم التجارية والقضايا التجارية اللي سواء بشكل اللي بيرفع قضية على تاجر أي قضية خاصة بالتجارة بيكون لها محاكم خاصة خلنا نشوف التقرير وبعد ذلك نعود للتعرف بضيوفنا وقع وزير العدل السعودي على مذكرة اتفاق تنص على انتقال الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام وبحسب خبراء تعد هذه الاتفاقية نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي والتي ستساهم في دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة بناء على هذه الوثيقة سيباشر القضاء التجاري أعماله من خلال محاكم ودوائر متخصصة في عدد من مدن المملكة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز في القضايا التجارية مع اتساع اختصاص القضاء التجاري ليشمل الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية وكذلك المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية وتضمنت الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين لكل من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل لتنفيذ المتطلبات الإدارية والتقنية ومتابعة تنفيذ المتطلبات التنظيمية وإعداد تقرير دوري لمستوى التقدم في التنفيذ والعوائق التي تعترضه وما يقترح لعلاجها بما في ذلك توفير مباني للمحاكم التجارية بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه المحاكم مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ورحب بضيفي في الستيديو ثامر السكاكر المحامي والمختص القانوني مرحبا بك سهلا هيك معي ضيفي عبر الأقمار الصناعية من جدة ريان مفتي محامي ومختص قانوني أستاذ ريان مرحبا بك أعلم بك أعلم بك أستاذ الله يحييك وبيكون معي إن شاء الله الأستاذ عبد الكريم القاضي أيضا عبر الأقمار الصناعية في مكة إن شاء الله بعد قليل بنرحب فيه سهلا ثامر بداية طبعا فيه توقيع اتفاقية بالأمس من وزير العدل وأيضا نتكلم على المحاكم التجارية ونعرف أنه فيه تأخير واضح جدا وهذا اللي كان حتى يعني يضع عرقيل من نحت الاستثمار في البلد من ناحية تأخير القضايا التجارية يليد تشرح لنا الاتفاقية هذه أو الوثيقة اللي تم توقيعها طيب جيد بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما يتعلق بهذه الوثيقة اللي قام فيه بتوقيعها معالي الشيخ دكتور وليد الصمعاني ومعالي الشيخ دكتور خالد اليوسف هي وثيقة يهدم من خلالها لتنظيم العمل ما بين وزارة العدل و ما بين ديوان المظالم لانتقال هذه الدوائر التجارية والتي نص عليها نظام القضاء عام 1428 أن تكون محاكم مستقلة تابع للقضاء العام هذه الوثيقة هي تنظيم للعمل ألية الانتقال كيفية الانتقال أسماء القضاة الذين سينتقلون أسماء الموظفين المدد الزمنية للانتقال إذن هو أشبه ما يكون بعمل احترافي جدا لعملية النقل بتنسيق كبير ما بين الجهتين يعني أنت تتكلم عن مثل هذا الانتقال هو تأخر علينا جدا طيب من عام 1428 و نص على المحاكم التجارية إلى يومنا ما تم الأمر اليوم تم التوقيع و صباح الأمس تم التوقيع ما بين الوزارة و ديوان المظالم و هذا يعتبر عمل جيد جدا بينهم كتنظيم بدون شك أن تجد تنظيم و خطة مدروسة هذا يعطيك أن العمل المؤسساتي ما هو عمل فردي العمل منظم معروف باليوم والتاريخ بالأسماب والأعداد أكيد كل هذا بالعكس يعني يحسب جدا سواء لوزارة العدل أو الديوان المظالم و أقول لكم الشغل بدأ يعني ما شاء الله من إعلان ديوان المظالم عن طلب مقار لثلاث محاكم في ثلاث مناطق من المملكة طيب أيضا نرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعي بمكة المكرمة الأستاذ عبد الكريم القاضي المحامي أيضا مختص القانوني مرحبا فيك أستاذ عبد الكريم أهلا وسهلا يسعد مساكم و مساء الأخوة المشاهدين جميعا حياك الله نرجع لك بعد قليل أستاذ عبد الكريم أستاذ ريان كيف تشوف توقيع هذه الوثيقة طيب ما في شك أنه توقيع الوثيقة كانت خطوة نحن ننتظرها خاصة بعد هناك وجود توجيه بفصل المحاكم ويجاء وضع هناك محاكم مختصة سواء في المجال المجال التجاري أو الجناي أو الإداري وكان هناك بداية في فصل المحاكم الحوالي الشخصية عن المحاكم العامة وارتباطها بمحاكم منفصلة ووضع اختصاصات لكل هذه الجهات فهذه تعتبر الخطوة الثانية بخروج المحاكم التجارية والمحاكم الجزائية بمحاكم منفصلة ما في شك أن هذه خطوة جدا إيجابية رح تساهم بشكل إيجابي كبير في الحركة القضائية في المملكة وأيضا لها يكون ظروف إيجابية أخرى في مجال الاستثمار في مجال العمل التجاري اللي هو يتطلب دائما السرعة في عملية التحصيل وإنهاء القضايا لأنه كانت بتمثل خطوة في السابق نوعا ما سلبية باعتبار أنه كانت الفترات التقاضي جدا طويلة بالنسبة للأعمال التجارية فوجود محكمة مختصة يعني محكمة تجارية منفصلة تماما هذا رح يسهم بشكل كبير في الحركة الاقتصادية في المملكة والحركة التجارية سيد عبد الكريم ما هو الهدف من هذه الوثيقة وتوقيعها؟ أهلا وسهلا عزيزي حياك طبعا مثل هذه المحاكم التي اجتزئت في الأون الأخيرة مع الوزير الوليد الصمعاني ينهي مشكلة كانت تنازعها المتقاضين سواء الأصحاب القضايا الخاصة أو المحامين أو وكلائهم بما ينهي تنازع الاختصاصي في الإجراءات والجزاءات التي تكون فيها من قبل المحاكم فكانت في السابقة تكون المحاكمة الجزائية تنظر جزء من هذه الدعاوة وفي المقابل تنظر الدوائر الجزائية بديوان المظالم جزء منها فأحيانا تحكم هذه الجهة بعدم الاختصاص لعدم اختصاص هو أن الاختصاص يقع للدوائر الجزائية في دوائر المظالم وفي المقابل تقع أحكام من الدوائر الجزائية في دوائر المظالم بعدم الاختصاص وأن المختص في المحكمة الجزائية فأصحي يصبح الآن في مثل هذه العمل شوشرة بين المتقاضين وشوشرة في المختص بهذه القضايا ولكن مثل هذه الاتفاقية بين دوائر المظالم ووزارة العدل ينهي هذه الإشكالية قاطعا ويجعل الجهة المختصة هي جهة واحدة معينة لا يمكن أن يتنازع عليها إثنان وهي المحاكمة الجزائية أو المحاكمة التجارية حسب النوع القضية فهذا ينهي الآن مشكلة التنازع الاختصاصي بين التقاضي والجهة المختصة في نظر الدعوة من الموظفين أو الأفراد ونحوهم طيب هذه نبوثقة جميلة جدا ونقلة تاريخية كما أشار إليها سعادة الوزير في تعليق على هذه السلخ الدوائر من دوائر المظالم إلى المحاكمة العامة والمحاكمة الجزائية والمحاكمة التجارية فهي فعلا نقلة تاريخية تشيد بها جميع المحامين وجميع المتقاضين وجهزة القضاء وتعتبر الآن سرعة التقاضي في هذه الناحية جميلة جدا ومختصرة والجهد لا يكون مبدد وموسع في الإضافة أن هذا الجهد سيكون في محل أو جهة معينة لا يأخذ العبء أو الجزء الكبير في الكوادر والجهاد القضائية والحكومية دعنا نوضح شغلة ضيوف الكرام أنه عنده تعليق بعيد عن رسميات يعني أنه عنده تعليق على كلام ضيفي يقدر يعني يعلق بشكل واضح بعيد عن رسميات يعني أستاذ ثامر نتكلم على مشكلة المنازعات التجارية هل كان فيها مشكلة قبل هذه الوثيقة؟ جميل من الاشكاليات التي كانت موجودة والتي كانت أكثر ما تبرز فيما يتعلق بالقضاء التجاري هو مسألة التنازع في الاختصاص ومسألة أنه عدم اختصاص في القضاء العام بمعنى أن التنازع إما يكون سلبي أو إيجابي إما أن تدعي كل جهة أنها غير مختصة بنظر هذا النزاع أو أن تدعي كل جهة أنها هي المختصة هناك لجنة مختصة تفصل في النزاع في حال وجود هذا التنازع تحدد من هي الجهة المختصة فيحدث هذا كثيرا في القضاء التجاري لأنه تقريبا القضاء الجزائي غالب ومعروف نقول اختصاصه لكن ما يتعلق بالقضاء التجاري هو اللي دائما يكون فيه نزاعات الجزائي وش لو تعرف الجزائي تختص الدوائر الجزائي بكثير مثلا ما يتعلق بقضايا الأسلحة ما يتعلق بقضايا الرشوة والتزوير ما يتعلق في قضايا الغش التجاري غش التجاري يعتبر من الجزائي لديوان نعم لديوان المظالم اختصاصه ينظر دوائر الجزائية ما يتعلق بالتستر التجاري كثير من الأمور المتعلقة بالتجارة أيضا هي لدى الدوائر الجزائية فهذه من ضمن اختصاصات الدوائر الجزائية في دوان المظالم لذلك نقول اليوم أن ما يتعلق بالمشكلة الأكبر التي تواجه أغلب الناس في القضاء التجاري هو تنازع الاختصاص اليوم سيحل عندما ينتقل إلى القضاء العام لأنه سيصبح كل شيء لدى المحاكمة التجارية وهذا أمر مهم جدا سيخفف كثير من الضغط على المحاكم لأنه أحيانا ترفع الدعوة في المحكمة العامة فيحكم بعدما اختصاص ثم ترفع في دوان المظالم ويحكم بعدما اختصاص رغم كثرة القضايا إلا نفس الروتين يمشي ليس نفس الروتين بقدر ما هو أنه أحيانا كل قضية لها تفاصيلة وكل قضية لها أحداثة وكل قضية يبرز فيها مستندات لا تبرز في قضية أخرى فتتغير التفاصيل بحسب القضايا والمواضيع والأحداث طيب أستاذ ريان نتكلم على أنه الآن أي قضية تجارية بعد ما يتم تشريع هذه المحاكم خلاص بيكون لها محكمة تجارية خاصة تحكم فيها بقضايتها المختصين أيضا نعم يكون هناك استقلالية كاملة بالنسبة للمحكمة التجارية ومسألة سرخ الاختصاص التجاري من ديوان المظالم هو يعني بجميع محتوياته حتى بوجود المستشارين السابقين الموجودين في الديوان انتقالهم الكامل إلى وزارة العدل أو المحكمة التجارية المختصة أو التابعة لوزارة العدل فراح يكون هناك محكمة مختصة تماما عن ديوان المظالم أو عن أي محكمة أخرى وتتبع لوزارة العدل مباشرة تتولى هذه المحكمة جميع القضايا الخاصة بالقضايا التجارية بجميع أنواعها حتى في اللجان اللي في السابق كانت تختص في بعض القضايا التجارية مثل القضايا الشيكاتة والأخلاف وأيضا راح يكون من ضمن اختصاصات الاتبار أن هي ورقة تجارية أيضا راح تضم هذه اللجان إلى المحكمة التجارية ورح تنظر جميع هذه القضايا في أروقة المحكمة التجارية طيب سيد عبد الكريم عدد القضاة هل هو كافي لمثل إنشاء مثل هالمحاكم وفصل المواضيع بهذا الشكل؟ عدد القضاة عزيزي لا بد أن يكون في موازنة ما بينهما بين كم القضايا الواردة إلى المحاكمة الآن المخترحة والمحاكمة المختصة سواء الجزائية أو التجارية ولا بد أن يكون الآن بكم معين أن القاضي ينظر في عدد في الجهد الذي يستوعب جهد القاضي وجهد الموظفين الذين من حوله أو المحكمة أو الموظفين الذين مع القاضي والقاضي نفسه الجهد الذي يستوعبه فلا بد أن يكون الكم الوارد للمحكمة والقاضي والدائرة ملائم إلى عدد القضاء فنجد الآن العدد في جميع أنواع التقاضي أن القضاء أقل بكثير من القضايا الواردة إليهم وبالتالي تجد مواعيد القضايا بيكون بطيئة جدا ومواعيد وصلت الآن إلى شعبان إلى رمضان إلى ثلاث أشهر وهذا شيء الذي كان من الممكن أن تتلافاه أو يدرس في مثل هذه الاتفاقية التي وردت ما بين وزارة العدل وما بين ديوان المظالم وأن يكون أول الخطوات التي تكونها هو تسريع التقاضي ما بين المتنازعين وهو الهدف الأساسي من سرخ هذه الدوائر من ديوان المظالم إلى المحاكمة العامة في دوائرها المختصة فكان من الممكن أن يوجد مثل هذا العدد لأنه ورد الآن في عدد القضايا أنها تتجاوز 4300 قضية وعدد القضايا يعني لو وزع عليها سيكون عدد القضايا أقل بكثير من الكم الوارد من القضايا السابقة وبالتالي القضايا اللاحقة التي سترد إلى المحاكمة المختصة كانت من المحاكمة المختصة بهذا الكم وبهذا الهدف منها السرعة فلابد يكون عدد القضايا بشكل أوسع من القضايا الوارد لها والكم الموجود خصوصا أن بعض من القضايا ستبقى في الدوائر إلى حين انتهاء سلخ هذه الدوائر خصوصا القضايا التي يحكم فيها في محكمة الدوائر المظالم ووجدت الآن في الاستئناف ولم تنهى بشكل تام ففي هذه الحالة سيكون فيها وجود من القضاء في ديوان المظالم لا بد أن يكونوا موجودين في ديوان المظالم إلى أن تتهي القضايا وفي المقابل الآخر قضاء آخرين للقضايا المستجدة في المحاكم المختصة التي وجدت الآن ففي الحالة هذه لا بد أن يكون في الظروف الآنية الوقتية لا بد أن يكون عدد القضاء بشكل أكثر وإن كان في الوقت القادم يتطلب أن يكون أكثر وأكثر طيب هناك تعليق بالأستاذ ثامر على كلام طبعاً كلام الأستاذ عبد الكريم يمسي عليه وعلى الأستاذ ريان طبعاً أكيد أننا بحاجة لزيادة عدد القضاء لكن لازم نعرف أن زيادة عدد القضاء ليس بيدنا السبب بسيط أنه إما أن تقبل بأي شخص يصبح قاضي وهذه مشكلة لازم يكون عندك جودة تهيئة لا غير التهيئة أنا أتكلم عن جودة من يتم ترشيحه لمنصب القضاء ويتولى القضاء إذن لا يمكن أن نفتح الباب على مصرعه واستقبل قضاء من يريد التقدم أو الدخول في سلك القضاء ويكون الضحية من التقاضي فلذلك الأمر يحتاج موازنة لم يتم تحديد 18 دائرة عبثاً الأمر أكيد أنه خضع لدراسات كبيرة وفيه تقارير لدى ديوان المظالم ولدى وزارة العدل بمعرفة الأعداد اللي يحتاجونه ثم أنهم سينتقلون إلى وزارة العدل تابعون سيكونون للقضاء العام بالإضافة لأن هناك قضاء أساساً سينتقلون من بعض الدوائر القضائية في جميع المحاكم وينتقلون لهذه المحاكم سيكون فيه عدد أكبر هذه نقطة النقطة الأخرى المهمة أنه قضاء التجارية أو الدوائر التجارية تعتبر جيدة في ديوان المظالم يعني هي من أفضل الدوائر كسرعة في إنجاز القضية وهذا دائماً لازم نعرف شيء مهم ما نوع القضية المطروحة ما نوع وجوده الاهتمام لكن الكل يشتكي من التأخير التأخير هو أمر نسبي من شخص إلى شخص بمعنى كنا عام 32 عام 31 كنا نجلس بسبع شهور وثمانة شهور بين الموعد والموعد نتكلم عن مصول القضاء العام اليوم أنتأخذ موعد كعقشارين يعني سنقول أقل من النصف وأصلاً حتى كعمل لو يعطيك القاضي موعد خلال أسبوعين لن تستطيع أن تعد مذكرك خلال أسبوعين أو ترتب أوراقك خلال أسبوعين فأنت أيضاً تحتاج وقت فهذا أمر ملحظ مهم بالمقابل أن هناك اهتمام كبير فيما يتعلق في مسألة التدريب ديوان المظالم في الفترة الأخيرة اهتم تدريب القضاء نفس قضاء التجارية هم ثابتين في الدوائر التجارية اهتم تدريبهم على نظام الشركات الجديد اهتم تدريبهم على قضايا مجلس المنافسة على قضايا الإفلاس في تطوير عالي جداً في هذه المسألة التي تهيئت القضاء بشكل مناسب إذن عندما نطالب بزيادة العدد يجب أن يكون زيادة العدد مبنية على كفاءة في أداء القاضي بالضبط لكن أن نفتح باب على مصر يعني مثلاً نطالب أن نقول والله نقدر أن نوفر 2000 نقدر أن نوفر 10 ألاف لكن الجودة هي بالأول لابد من نهتمام طيب سيد ريان كيف تشوف الآن في عندنا ضعف في عدد القضاات وفي نفس الوقت عندنا مشكلة كيف نهيئ ونزيد الكولاتي الخاص بالقاضي كيف نحلها المشكلة هذه وحسب تصريح وزير العدل فيما يخص التوثيق اللي حصل أو الاتفاقية اللي حصلت مع الديوان تم تحديد عدد الدوائر التجاري اللي راح تقام في المحاكمة التجارية 18 منطقة الرياض 18 وفي مدينة جدة 10 دوائر في منطقة الشرقية أيضا 10 دوائر وفي كل دار راح يكون ثلاث قضاء لو احنا عملنا مقارنة بين الوضع اللي تم إعلانه والوضع الحالي يعني مثلا في جدة الآن في خمسة دوائر تجارية تقريبا هي يعني بتقوم بعملها بشكل جيد بفترات مقبولة أتوقع أنه زياداتها إلى الضعف هذا راح يقلس أيضا الفترة الزمنية بشكل أكبر يعني مبدئيا بالنسبة لعدد الدوائر اللي تم تحديد أو تحديد إذا كانت في جميع هذه الدوائر راح يتم بدأ في وقت واحد وبوجود قضاء مختصين في القضايا التجارية ولهم خبرة تجارية أيضا أتوقع أن هذه مبدئيا بروح راح يكون العدد كافي لبداية المحكمة التجارية طيب أستاذ عبد الكريم بالنسبة لطول مدة القضية نحن نتكلم على المملكة والدول الأخرى كيف موقع المملكة في هذا الجانب من ناحية التأخير نتكلم على القضايا التجارية طبيعة التقاضي لا بد أن يكون لها نفس طويل وابد أن يكون لها نفس في التقاضي واستكمال جميع الوثائق والتحقيقات في القضية ولا بد أن يكون هذا أمر سمة طبيعية في جميع أنحاء التقاضي في العالم بأكمله سواء العالم الإسلامي أو العالم المملكة العربية السعودية ليست جزء مستقل عن هذا العالم فلا بد أن يكون ما يوجد في التقاضي من البطو ومن التحري ومن القضية أي بس المدة السابع عبد الكريم ولكن نجد أن في القضاء السعودي في تمييز عن قضايا كثيرة أو تقاضي كثير في جميع عن نحاء العالم ونجد الآن في المرحض الأخير في مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وجد هذا التسرع في هذه القضايا وكانت عجلة السرعة أكثر بكثير من الوقت السابق ففي كل الأحوال وجود البطأ أو التأخر أو التراخي في التقاضي هذه سمية طبيعية ومعتادة في جميع عن نحاء العالم ولكن المملكة العربية السعودية نجد أن الآن في الآون الأخيرة أصبحت قليلة بشكل ملحوظ وبشكل يعني غير السابق جدا فنجد أن الآن التقاضي سأسرع بكثير وإن كان لابد أن نكون نشد على يد أن يكون الملاحظات في مصلحة الجميع وليست أي مصلحة يعني أفهم منك أنه ما في التأخير الكبير الذي يضر في المشاكل التجارية لا يوجد الآن وأصبح الآن سواء الاستثمار الأجنبي إذا كان يخشى من هذا التأخير أنه بدأ الآن يلجأ إلى شرط التحكيم فيشكل المحكم اللي هي المحكم الأهلية ويلجأ إلى شرط التحكيم وتنهى القضية بشكل أسرع لأن هيئة التحكيم ستكون متفرغة لمثل هذه القضايا بشكل تماما فأصبح الآن شرط التحكيم في الاستثمار الأجنبي والتجاري يعني أصبح الآن معتاد بشكل أكبر من أول لأن الوعي الاستثماري إذا كان التقاضي يخشى من تأخيره فأصبح شرط التحكيم الآن هو الملجأ الأول في الاستثمار الأجنبي والتجاري سيد ثامر تتفق أنه ما في تأخير يعني بديك المشكلة إذا كنا أجاب أخي عبد الكريم قبل أنه نحتاج عدد من القضاء لوجود تأخير ثم الآن يعني يجيب أنه الوضع مازال جيد لعلي نفس ما ذكرت قبل أنه الوضع مازال أفضل مما كنا عليه سابقا لكن عالميا أتكلم المستوى العالم لأنه نتكلم عن المستوى العالم لأنه في مستثمرين جانب يريد أن يدخلون لكن عندهم معضلة صحيح وعلى فكرة بمعنى أنه يضع أمواله هنا في البلد صحيح لكنه إذا صارت لها مشكلة ورفع قضية فيقولون لا بتقع ستشور إلى سنة أو أكثر ما تنحل القضية فهنا يكون أكيد أنه رادع أنه يدخل بحسب نوع النزاع يعني ما ما في قضاء أنه ينهي لك الدعوة مثلا خلال ست شهور أو خمس شهور لذلك مثل ما شاركو عبد الكريم أنه التحكيم أصبح وسيلة جيدة الآن لإنهاء النزاعات بشكل أسرع لكن ما كان أسوأ وأكثر خوفا لدى المستثمر هو عدم وجود مثلا بعض القوانين المقننة سنقول فيما يتعلق ببعض القضايا اللي حصل وشه أنه الآن مما يقوي موقفنا أمام المستثمرين الجانب قبل ست سابيع معالي رئيس ديوان المظالم أطلق مدونة الحكام والمبادئ التجارية لمدة تجاوزت 16 سنة هذه مبادئ قضائية أنت كمحامي لما تجيك استشارة من إحدى الجهات كمستثمر أجنبي أنت تديك مبادئ من خلال تستطيع أنك تصل تقديم استشارة قريبة جدا لما سيصل له القضاء عند الحكم فلما يكون عندنا مثل هذه المبادئ وهي مبادئ ثروة تعتبر لأنه ليس بالأمر السهل وتعتبر نوعية وأول يعني أول مرة تكون عندنا مبادئ ل 16 سنة فهذا سيكون عامل جلب بدون شك فيما يتعلق بالقضاء التجاري بالتأكيد أنه سيتم التعامل معه من خلال المحاكمة التجارية في كل ما يتعلق بهذا الأمر طيب أستاذ ريان الآن بعد توقيع هذه الوثيقة وبعد ما تقر وبعد ما ننشأ المحاكم والدوائر هذه اللي بتكون 18 في الرياض و 18 دائرة و 10 دوائر في جدة و 10 دوائر في الشرقية بداية عن السؤال هل هذا العدد كافي من الدوائر هذا واحد وهل هذه المد المناطق هل هي كافية هذه اثنين والشغلة الثالثة أنه قديش تختصر وقت يعني من قبل إن شاء توقيع الوثيقة وبعد توقيح طبعا هو عملية إنشاء المحاكم التجارية لابد أن يكون على مراحل والمراحل كان أنه تأسيس هذه المحاكم التجارية في المناطق التي تعتبر المناطق التجارية أو المدن الكبيرة والمدن الصغيرة سيكون هناك أيضا محاكم أو دوائر تجارية لكن تكون مضممة أو مضممة في مرافق المحاكم العامة فمبدئيا بالنسبة لوجود هذه المحاكم في هذه المدن توقع أن هذا الشكل بيكون كافي أيضا عدد الدوائر سيزيد من عملية التسارع في عملية إنهاء الإجراءات التقاضي لكن حتى لو تحدثنا عن موضوع هل الأمر مرضي بالنسبة لكثير من الشركات أو للمستثمرين على جانب كان هناك أنا لاحظ أنه كان هناك فيه كثير من الإطراط بالنسبة للتقاضي خاصة عدم وجود في الفترات السابقة وهذا رح الآن وجود هذه المحاكم رح يحل هذا الموضوع لأنه هناك دراسات جدوى بتقام على مسألة التقاضي قبل يعني إذا كانت دراسة جدوى في دراسة تجارية أو اقتصادية بيتم دراسة الانتقال أو الاستثمار في هذه الدولة بحسب يعني التواجد القضايا أو الحلول المشاكل القضائية في هذه الدولة أو كيفية انتهاء أو الفترات التقاضي التي تأخذ فيها فلذلك كل ما كانت هذه المحاكمة التجارية بيتنهي قضايا بشكل أسرع وبشكل سلس وبتسارع رح يكون هناك المزيد من يعني الاستثمار الأجنبي والمزيد من الحركة الاقتصادية الأقوى من السابق وأتوقع أيضا أنه العدد اللي هو الآن تم تحديده بشكل مبدئي مقارنة بالدوائر السابقة اللي هو اللي أصبح الآن ضعف الدوائر السابقة أتوقع أنه رح يزيد من الحركة القضائية أو التسارع في التقاضي في هذه المحاكم وبإذن الله أنه رح يحل كثير من المشاكل إن شاء الله السيد عبد الكريم كيف سيسهم هذا في دخول المستثمر الأجنبي يعني للبلد وهل أنه أوفت المملكة بجميع التزامات الخاصة بمنظمة التجارة فيما يتعلق بالقضاء بعد توقيع هذه الوثيقة نعم توقيع الوثيقة هذه الهدف منها الأسمى والأكبر هو مثل هذه الأغراض التي تشيك أو تشكل على جميع المستثمرين الأجانب وبالتالي هذه النقطة من النقاط التي ارتكز عليها هذه الوثيقة وهي أن يكون الاستثمار الأجنبي بشكل أوسع وبتوسع في المملكة العربية السعودية عن المرحلة السابقة لأن أكبر معضلة في الفترة السابقة يتواجه الاستثمار الأجنبي هو مرحلة التقاضي والعمل القضائي في المملكة العربية السعودية هو ما كان عليه في التأخير ولكن مثل هذه التقسيمات ومثل هذه الدوائر ومثل هذه الآن القضاء المتوسع والمشروع المتطور فمثل هذه يعني يجعل الحرص والقبول والإقدام من المستثمرين على المملكة العربية السعودية بشكل أكبر وبشكل أوسع فهذه يعني النقطة من النقاط الركائز التي تحرص عليها مثل هذه الاتفاقية والتي وقعت من أجلها فمن ضمن هذه الاتفاقيات هو التسريع في عملية التقاضي وبالتالي إذا وجد التسريع فإن الاستثمار سيكون أسرع للمملكة العربية السعودية أستاذ ثامر نتكلم على القضاء الآن يعني كونكم كم محامين يمكن يكونون نظرتكم أكثر تخصوا بهالجانب التأهيل النوعي للكادر القضائي مع وجود عجز أيضا سابق اللي تكلمون عنها في عدد القضاء كيف يكون تأهيلهم عن طريق يمكن أول ما يستهل بالشخص ما يتعلق بالتأهيل النوعي هو أنه فيه تأهيل متخصص التأهيل المتخصص هو أهم ما يحتاج للقاضي لما يكون التأهيل متخصص للقاضي سواء في التجاري أو الجزائي اللي هم يعني خنقل موضوعين الوثيقة أكيد أنه ستسريع من موتيرة التقاضي لأن رؤية القضاء تكون أقوى فيما يتعلق فيها القضاء اللي جالس ينظر أو في موضوع الدعوة هذا من جانب من جانب الآخر وما يتعلق بتدريب القضاء واللي أشرته قبل أنه ديوان المظالم ركز الفترة الأخيرة خلال تسع شهور أو ثمانية شهور الماضية على مسألة التدريب فيما يتعلق بقضايا المجلس المنافسة قضايا الإفلاس قضايا ما يتعلق بنظام الشركات الجديد بعد صدوره فكل هذه العوامل مهمة متى ما تم التدريب بشكل احترافي وعالي ووفق أنظمة محددة طبعا اللي يدربهم ديوان المظالم بدون شك لكن ديوان المظالم يتعاون مع مدربين متخصصين يتعاون مع قضايا استئناف مثلا من القضايا المليزين نعم بدون شك فكل هذه الأمور محل الاعتبار لا شك أنه تدريب القضايا يعتبر من أعلى الجودات في التدريب يعني لا يتم تدريب القضايا إلا من الأساتلة أو بس خلق قاضي أصعب من التأهيل خلق قاضي يعني بمعنى أنه يعني إيجاد وظيفة لقاضي بحيث أنه قاضي جديد أنا جيد أنت أقصد أنه يبدأ من يدخل التجاري من البداية طيب دعونا نتفق على مسألة صعب أو لا هو أصلا تسلسل الأمر واحد أن القاضي في المعهد العالي للقضاء يدرس سنتين هناك تخصصات جيد فبإمكان هذه إحدى مراحل التطوير ثم سيلازم مدة سنتين مع قاضي تجاري سيسقله ثم بعد ذلك يبدأ نظر الدعاوي مثل الآن عندنا الدوائر الفرعية في دوان المظالم في الدوائر الجزية هذه تنظر القضايا مدون المئة ألف ريال فقط اللي مكونة من قاضي واحد فهي مراحل ما إن يصل إلى مرحلة الفصل بشكل أو خلق نقول بكل أنواع القضاء التجاري إلا وتمسق المهارات بشكل كبير مع التدريب يصبح لدينا قاضي متمك طيب سيد ريان 18 دائرة في الرياض و10 دوائر في جدة و10 دوائر في الشرقية هل العدد بدراسة واضحة بحيث عدد القضايا معناته في الرياض أكثر في جدة أقل في نفس النسبة تقريبا في الشرقية ولا أنه تعتقد أنه جدة أيضا كتجارة أكثر من ناحية المشاكل التجارية طيب ما في شك أنه تم تقسيم وضع هذه الدوائر بشكل يعني بحسب عدد القضايا المقدمة في ديوان المظالم في الفترة الحالية لكن أتوقع أنه لو جينا نقارننا بين قضايا تجارية في مدينة جدة عن المنطقة الشرقية أتوقع أن القضايا تجارية بتكون في منطقة جدة بتكون بشكل أكبر خاصة أنه في جدة أكبر من إيش من قضايا اللي بتنظر في القضايا التجارية في المحكمة في منطقة الشرقية لكن بشكل مبدئ إذا ما ذكرت أنه لو عملنا مقارنة بعدد الدوائر الموجودة حاليا ووجود دوائر بعدد الضعف أتوقع أنه مبدئيا بشكل يعني عدد دوائر مناسبة للقضايا في المستقبل قد يحتاج العمر إلى يعني رفع هذه عدد الدوائر أو استمراريات على نفس الوضعية وأتوقع أنه يعني لو كان هناك أيضا وضع ضوابط في مسألة عدد القضايا اللي تنظر يوميا الفترات اللي لابد أن هي تنظر فيها القضايا وتحديدها بشكل أن القضية لابد أن هي تكون محددة المدة في النظر فيها ساعات الالتزام بالنسبة لهذه الدوائر ببدء المرافعة والانتهاء في اليوم الواحد من هذه المرافعة أتوقع أنه ليس فقط العدد بقدر ما هو التزام بعدد معين في النظر في القضايا في المحاكمة التجارية هذا رح يساعد أيضا بشكل كبير بانتهاء القضايا بشكل أسرع طيب أستاذ عبد الكريم بالنسبة بعد إنشاء هذه المحاكم هل يحتاج إلى إيجاد تخصصات دراسية جديدة الآن بعد إنشاء هذه المحاكم حتى يكون هناك تأهيل أسرع لهذا لهذا عدد من القضايا هذا باعتبار تحصيل حاصل موجود مسبقا في قضايا نفسهم الذين كانوا في الدوائر القضائية السابقة فهو مجرد اختصاص نقل من محكمة من ديوان المظالم إلى المعاقضاء العام فبكل التأكيد هذه الخطوة التي ذكرتها الآن موجودة مسبقا في تأهيل القضايا الموجودين أو في الكويتر المحيطة حولهم هذه التأهيل القاضي بالاختصاص الجزائي وبالاختصاص التجاري مسبقا موجودة الآن في قضايا الدوائر الموجودة في ديوان المظالم وإنما الذي يجد الآن هو إنما إجراء إداري أو إجراء الآن ما بين الوزارة وديوان المظالم بنقلها إلى القضاء العام فما يعني هذا هو يعني الشكل ولا يعني الموضوع الموضوع فهو موجود مسبقا فيما يختص بتأهيل القضاء هو الشكل في الاختصاص المكاني ونقل من الدوان المظالم إلى المحاكمة هذه برمة الموجودين من الدوائر من الموظفين أو من القضاء أنفسهم أو قضاء آخرين مؤهلين مسبقا أو سيؤهلهم في الوقت اللاحق فهذا يعتبر أنه كتحصيل حاصل وجد سابقا إنما الوجد الآن هو نقل من مكان إلى مكان آخر بجميع الالتزامات بجميع قضايا بجميع تأهيل القضاء هذا بجميع الكيان ومهماته وقدراته فهذا يعتبر الآن من المضروري أنه يكون وجد في الفترة السابقة في قضايا الدائرة وإنما أنفسهم القضاء نقلوا من القضاء إلى القضاء العام من الدوان المظالم إلى القضاء العام وبالتالي فهذا يعتبر شيء متحصر سابقا طيب سيد ثامر ثلاث قضايا لكل دائرة نعم معناته أنه القضية بينظر فيها ثلاث قضايا يعني القضية الوحدة يخلص منها بعدين يروح القضاء الثاني يعطي راية فيها والقضاء الثالث لا 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 هي دائرة الدائرة لها رئيس وعضوين ينظرون القضية جميعا ويصدروا الحكم جميعهم جلسة واحدة يعني صحيح يعني أنا باعر القضية يكون ثلاث قضاء نعم بدون شك معد الدوائر الفرعية يوجد فيها قضية واحد مثل ما أشرت قبل التي هي أقل من 100.000 ريال في الدوائر التجارية يوجد فيها قضي واحد لكن ما يتعلق ب ما كان أعلى من هذا المبلغ في دوان المظالم فهناك ثلاث قضاء ولا يصدروا الحكم إلا بوجوده إلا ما يصدروا حكم أو نطب الحكم إلا بتشكيل صحيح إذا غاب قاضي من الثلاث هذه ما تأجل قضية ليس سماع الدعوة ولكن صدور الحكم نطب الحكم لابد أن تكون مشكلة الدائرة كاملة أو حضور الثلاث أطراب طيب كأمر شكلي أريد بتعليق عن موضوع إيجاد تخصصات دراسية نوعية يجب أن نعلم شيء مهم طبعا لا يوجد تخصصات في مرحلة بكالوريس البكالوريس هي دراسة عامة لا يوجد تخصص محدد بسه بجميع دول العالم لكن نحن اليوم عندنا تخصص في مرحلة الماجستير سواء من خلال المعهد العالي للقضاء اللي لا بد أن كل قاضي يدخله قبل لا ينتقل للقضاء هذا التخصص يوجد فيه تخصص تجاري يدرس القضاء موجود من أول موجود هذا واحد اثنين أول كان عندنا مثلا في كليات الحقوق ما يتعلق بالقانون العام والقانون الخاص فقط إما تدرس قانون عام أو خاص الآن لا صار فيه تجاري فيه جنائي إلى آخر من تخصصات فهذا أمر مهم الأمر الأهم أن مركز التدريب العدلي تابع وزارة العدل يوجد لديه خطط وبدأ العمل بها سواء تدريب أو تأهيل فيما يتعلق بهذا الأمر طيب أستاذ ريان وشي بيفرق معكم أنتم كمحامين هذه يعني إنشاء وحدة خاصة بالمحاكم التجارية وشي بيفرق معكم كثير رأي يفرق معنا أولا في مسألة تنازع القضايا كنا بنعاني في مسألة تضارب بين المحاكم أو بين الدوائر في مسألة تنازع أو الجهة المختصة في النظر في الدعوة فقد تسير في قضية معينة وتتفاجأ أنه تمرد الدعوة لعدم الاختصاص وأيضا المحكمة العامة تنظر أنه هي بعدم الاختصاص ويفصل فيها بعد كده المحكمة طب عدم الاختصاص هذا سيد ريان عدم الاختصاص هل هو يعني سوء فهم من المحامي اللي عرض القضية على هذه المحكمة ولا القاضي نفسه أنه يعني هل أنت تتوقع لما ترفع قضية أنه هذه المحكمة غير مختصة ولا تتفاجأ فيها المحامي أو الوكيل أو صاحب الدعوة عندما يرفع بدعوة هو يعلم تماما أنه هي جهة الاختصاص لكن حيانا بيطرق تغيرات في نفس القضية أو في الشكل العام بالنسبة للقضية أو أن الدائرة تجد أنه دخول يعني عامل معين يجعل أنه هذه عدم اختصاص بالنسبة للديوان وأيضا لما ترفع للمحكمة العامة المحكمة العامة تجد أنها ما هي مختصة في هذه القضية وترى أن القضية من اختصاص الديوان لذلك بيكون الفيصل فيها هي المحكمة العليا وينالب بيكون في فترة تقاضي طويلة حتى أنك أنت تلدم جهة معينة أن هي تنظر هذه القضية وقد تعاد مرة تانية للديوان بتوجيه من المحكمة العليا أنها هي صاحبة الاقتصاص المكاني أو الموضوعي طيب سبب تفضل فهذه طبعا من التأكيد أنه وجود محكمة تجارية منفصلة محكمة جزائية منفصلة ومحكمة العامة أيضا تعتبر أيضا الآن قضايا منفصلة هذا رح يساهم كثيرا في فترة التقاضي بيكون فترة التقاضي أفضل بيكون وضوح أيضا كبير بالنسبة لبداية القضية في جهة مختصة معينة فبالتالي أن وجود محكمة تجارية هذه رح يساهم كثير أيضا في سرعة التقاضي وفي إنهار قضايا بالشكل أسرع فيها وبالتالي هي رح تكون مفيدة بالنسبة لقصوم ولمحاميين أيضا لنفس وزارة العدل رح تكون مسألة وجود محكمة تجارية منفصلة هذا رح أيضا يسهم في حلل الكثير من القضايا فترة أسرع وأسهل طيب السيد أبد الكريم اللي فهمت من هالقرار أو الوثيقة أنه بيكون القضاء العام بيخصص أو بيفرغ بعض القضايا إلى المحاكم التجارية بالعدد نفسه يعني 18 دائرة في الرياض و10 في جدة و10 في الشرقية وكل دائرة لها تقريبا ثلاث قضايا نتكلم على أنه التفريغ هذا بيأثر على القضاء في التخصصات الأخرى الجنائية وغيرها أو لا ما رح يأثر لابد أن يكون في مثل هذا الإجراء إجراء آخر احترازي لمثل القضايا الأخرى بالاختصاصات الأخرى فلا يمكن أن يهتم بجزء من القضايا أو من التشكيل الجديد ويغفل عن التشكيل السابق فهذا خلل إداري في الإجراءات الداخلية للقضاء العام فمثل هذه الإجراءات لا بد أن تكون يعني مسبقة وبالتأكيد أنها مسبقة في توقيع هذه الوثيقة والإجراءات اللازمة بالإدارية الداخلية من رئيس المحكمة فمثل هذه الإجراءات لا بد أن يكون فيها احترازات مسبقة هذه القضايا ويكون فيها عمل وفق لعمل دوائر المشكلة الآنية اللي أنا الموجودة ولا يمكن أن يكون الاهتمام بالتشكيل الجديد أكبر وأوسع من التشكيل السابق وبالتالي تقفى المصالح قضايا سابقة لها ويهتم بقضايا قادمة أو جديدة عليها فمثل هذه الإجراءات قاطعا أنه لا يمكن أن يكون موجود أو إن وجد فهو خلل إداري يقع في عبع على المحكمة وعلى رئيسها وعلى التشكيل الواقع في المحكمة مثل هذا لا بد أن يكون مسبق له كمان كان الاهتمام في الوثيقة وقعت بهذا الشكل والغرض منه هو التسريع والتقاضي فلا بد أن يكون هذا الاهتمام في القضايا السابقة والتقاضي السابق بشكل في الإجراءات أهم وأهم بمستوى واحد مسألة مثل أنك معي في الأستوديو حبيبي ما يتعلق يطلع العمر مثلا عدم الاختصاص أو وجود تنازع التنازع حين يكون سلبي وحين يكون إيجابي بمعنى أن كل الجهتين تقول نحن المختصين ليس فقط أنها تقول لست بمختصة بل تقول أحيانا أنا المختصة اللي هو وزارة العدل المحاكم التابعة على الوزارة العدل اللي نتكلم عن المحاكم الجزائية المحاكم العامة هذه هي المحاكم التي غالبا فيها الإشكال جيد والطرف الثاني والطرف الثاني يقول لا أنا المختص اللي هو اللي هو ديوان المظالم الدوائر التجارية مثلا جيد فتجد أو ما يتعلق بالقضايا الإدارية بعض القضايا الإدارية فأنت تتكلم الآن أنه ليس الإشكال في أنه يرفضونك أنك مخطئ أنت أنهم ليسوا مختصين بل أن الجهتين أحيانا تقول لا نحن المختصين لذلك فيه لجنة الفصل في تنازع الاختصاص متى ما كان هناك تنازع في الاختصاص يعني محاكم الإدارية والمحاكم ديوان المظالم المحاكم الإدارية هي التابعة لدوان المظالم والقضاء العام كلهم يقولون نحن المختصين أو يمكن أن يقولوا كلهم لو عرضت قضيتك هنا بيقبلونها وبيحكمون بيحكمون في الموضوع أقصد وإذا رحت المحكمة ممكن يحكمون في الموضوع جيد بمعنى أنه لا يتخلى أحد الطرفين عن هذه الدعوة مثلا أجي أنا ورفع عليك وتأتي أنت وترفع عليك دعوة أمام القضاء العام كلا القاضيين يقول لا أنا المختص وسأنظر الدعوة فهنا يكون في تنازع طيب إذا حكم قاضي لك ورحت أنا ورفعت قضية وحكام لي أنا كيف في الحال؟ هنا في لجنة في مجلس القضاء الأعلى تسمى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص فيما يتعلق بالتنازع ما بين القضاء العام و ديوان المظالم أو أي لجنة أخرى تحدد من هي الجهة المختصة وتوجهها بنظر النزاع هذه كم تأخذ وقت؟ لا لا شغلهم جيد جداً لا يطولون هذا واحد اثنين اللي كنت أبشيرها أنه الدوائر الجزائية هي موجودة أو عفوا أن القضاء المحكمة الجزائية هي موجودة من القديم كانت سابقة نسمى المحكمة الجزائية ثم وصبحت الآن اسمها المحكمة الجزائية ما زالت موجودة لكن ما الذي يختلف أنه ستنتقل القضايا الجزائية اللي في دوان المظالم وصير تابع لهذه المحكمة بمعنى لن نستحدث محكمة جديدة كما سنستحدث المحكمة التجارية لا هي ما زالت موجودة لكن سينقل لها بعض الاختصاصات أو بمعنى صح كل اختصاصات القضايا الجزائية طيب هذا تعليق سؤالي لك اللي هو بالنسبة للقضية التجارية الآن نعم قبل توقيع هذه أو بعد أو قبل إنشاء هذه المحاكم مثلا خلنا نقول تأخذ سنتين على بالمحكم فيها جيد بعد إنشاء المحاكم كم تختصر المسافة جيد اختصار المسافة هو يعني أن كل القضايا سيعرف أين ستتجه فإن كنا تجنبنا تنازع اختصاص اللي تكلمنا عنه سنتكلم عن قضايا متخصصين مثلا في القضاء العام في القاضي العام لا يقدر يحكم في القضايا التجارية لا بس أنه عنده قضايا حقوقية ما تعلق مثلا مطالبات أموال عنده قضايا عقارية عنده عدة أنواع من القضايا جيد يعني في شيء منها تجاري وفي شيء منها مدني لكن لما تكون في المحكمة التجارية هنا القاضي مختص من يوم شوف الدعوة عارف إيش هي وإيش راح تنتهي لكن لما تتكلم أنه عندك قاضي يرى عدد كبير من المواضيع يعني زي سابقا كان القاضي عنده مثلا 12 جلسة باليوم أحوال شخصية ثم عقارية ثم مالية إلى آخره ثم مثلا قضايا مثلا قصاص وغيره التي تكون في المحكمة العامة فالتنوع فالقاضي مشتت لذلك لا ننوم بعض القضايا أحيانا في بعض الأمور التي تصير لكن لما يكون عندي محكمة مختصة أكيد أن هناك سرعة في الإجراء مع التطوير الحاصل اليوم لما نرى التعاون الذي موجود ما بين وزارة العدل ممثلها بالدكتور وليد الصمعاني والشيخ خالد اليوسف كرئيس إدوان المظالم و ترى التعاون الذي يثمر و الجلسات التي تنتهي هذه و تطلع بعمل منظم يستبشر خير بالقضايا و أكيد أن كلها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الله يطوله بعمر و يحفظه طيب أستاذ غريام بالنسبة لسألتك عن الفرق الذي يفرق معك كمحامي نتكلم أيضا عن الفرق الذي يفرق مع التاجر نفسه و ما يكون ظلال توقيع الوثيقة عليه ما في شك سواء كان التاجر من داخل المملكة أو التاجر المستثمر راح يكون في المزيد من الارتياح لمسألة وجود قضية أو محاكم الفصلة أو محاكم مقتصة تجارية يشعر أن هناك جهات رسمية ذات خبرة و ذات اختصاص و وجود تسارع أيضا في القضايا لأنه أي قضية تجارية معلقة حيث نتكلم عن رؤوس أموال أيضا معلقة معناته أن هناك وجود حركة مالية أقل بطء عند هذا التاجر أو وجود أموال مجمدة بالنسبة لي فبالتالي سرعة التقاضية أو سرعة الحركة القضائية هذه بيعطي انطباع أو بيعطي ريحية إلى هذا التاجر أو المستثمر أنه بسهولة أو بطريقة أسهل من السابق يستطيع أنه يحصل على أمواله و يستثمرها مرة أخرى و تكون في حركة مالية عنده أسرع من السابق فما في شك أنه هذا رح يزيد من عدد الحركة التجارية يزيد من الثقة التجارية أيضا داخل المملكة يزيد من أيضا الاستثمار الأجنبي لأنه أصبحت الثقة في هذا الشق أو في هذا الجانب أوضح مما هو كان عليه في السابق طيب السابق أمد الكريم كل قرار يحتاج إلى عملية توعية لهذا القرار تعتقد دور مين مسألة التوعية في هذا القرار لأنه يختصر كثير من وقت المحاكمة العامة أو المحاكمة الخاصة إذا بعد ما تعرض على يقض و بعد كده يقول لك والله إحنا مش مختصين التوعية في هذا القرار دور مين التوعية في مثل هذا القرار يعني بشكل أولي أو بالشكل الأساسي على المحامين والحقوقيين المختصين كشرعيين والقانونيين فهذه مسألتهم الأولية بالوعي القانوني و نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي غير محدودة لهم فهذا هو بشكل أساسي بالتعاون مع وسائل الإعلام المحامين؟ نعم المحامين والحقوقيين هم اللي وعون ولا هم اللي يحتاجون إلى توعية؟ هم اللي يطرحون لا بد أن يحتاجون إلى توعية ولكن هم في هذا المقام يعتبرون كأساس لفهم مثل هذه النصوص مثل هذه القضايا وفي توعية بها للعامة و للناس الذين يعنيهم هذا التقاضي خصوصا أنهم لا يعني يعني ناس عوام أو أنهم بعيدين عن التقاضي و المحامين بحكم أنه الممارس الأولي و المعايش لها في مكتبه و في المحكمة و في جميع اللقاءات و المؤتمرات و الندوات فهذا يعتبر الآن شكل أوسع عنده لطروحة واسعة و مفهومة لديه فالواجب عليه هو العبء في الوعي للآخر و الطرف الآخر و المجتمع بشكل أوسع حيكون هو المختص لها و هو المتفرغ لها بشكل نهاي بعيدا عن القضاة و بعيدا عن بإضافة إلى المشاركة مع وسائل الإعلام في نشر هذه القضايا فالإعلام بشكل أساسي أيضا هو مسؤول عن مثل نشر هذه التوعية مثل ما نشروا هذه الوثيقة و طرحت و كان فيها متابعات في وسائل الإعلام و تعليقات من المحامين و الحقوقيين مما يعني مثل هذا البرنامج الذي نحن الآن بشاركة مع الزمالاء فمثل هذا هذا وعي الآن لجميع المشاهدين و لجميع الآن المتابعين والذين يعنيهم السلك القضائف سواء بالتقاضي أو التاجر أو الشخص العادي أو الشخص الذي وقع عليه ظلم أو عقوبة أو جريمة فهذا يعني أنه يكون عند لديه وعي يخص هذه الأشياء والمحامي و المسائل الإعلام هم من يستطيعون في هذه الناحية أن يكون لهم هذا الأداء و هذه الأطروحة و تكون بشكل أوسع و بشكل مبسط يصل إلى الناس و يستفيدون من هذه الأعمل و يكون الوعي الآن مشترك و وعي واسع و وعي يعني مثمر لجميع المجتمع و للناس الذين يعنيهم هذا الأمر فالإعلام بجميع كيناتها بجميع أنواعه من المرء أو المسموع أو المقروع كذلك وسأل التواصل الإجتماعي مفتوحة الآن لجميع المحامين و الحقوقيين و المحقيقين و بعيدا عن القضاء فهذا أمر يعني واجب على الجميع أن يكون هذه الأطروحة واسعة و أن يكون لديهم الجهد في مثل هذا النشر و الوعي للجميع و المجتمع طيب سيد ثامر تكلم على أنتم كمحامين لما تقرون مثل هذا القرارة تعتبره إيجابي عليكم أنتم أو منظم أكثر إيجابي على عملنا كعمل يعني يعني خلنا نقول القضايا بتزيد أو زي كذا طبعا هو لن يتعلق بي خلنا نقول زيادة القضايا من عدمها لأنه أساسا عمل التجاري مبني على المشكلة يعني مثلا تتكلم لما تتكلم عن 18 دائرة في رياض أو عشر في جدة أو عشر هذه الأرقام مثلا لا تعني أنه يتوقع زيادة مثلا مثلا يعني المنطقة الشرقية أغلب قضايا متعلقة لوجود شركات البترول هناك ففيه كثير من القضايا و أكبر الشركات هي موجودة هناك فتجد العدد كبير لكن بشكل عام هذا الأمر هو تنظيمي لنا مريح بماذا؟ مريح من ناحية أنه أخي نقول إبراء الذمة عند المحامل يسعى له في أن يقوم بإحضار الحق لموكله بأسرع وقت هو يكون أكثر راحة في مسأة إبراء ذمته أمام قضاء مختص و قضاء هو ينظر هذه الدعاوة فقط فهذا أمر مساعد لك جدا حتى في السرعة في سرعة الوقت ما تخشى من حكم بعدم الاختصاص أو تخشى من حكم أو أنه تتنازع كلتا المحكمتين على اختصاص فأنت هنا تضمن أنه هذه المحكمة هي المختصة سينتهي النزاع هنا بأسرع وقت ممكن فهذا يخدمنا كثير طيب أستاذ ريان المستثمر الذي عنده مشكلة المواطن والمستثمر الأجنبي نفس المحكمة بتنظر فيه أو لا يفرقون في جانب من الجوانب طالما أنه القضية أو موضوع القضية هي قضية تجارية هي أيضا بتختص فيها يعني وزارة أو المحكمة التجارية بغض النظر إن كان هل هذا الشخص مستثمر داخل المملكة أو من هوية سعودية أو كانت مستثمر أجنبي أو شرك أجنبي أيضا بتتعامل أو لاهي اتفاقية تجارية داخل المملكة وحصل بينها وخلاف أيضا ممكن أن تنظر فيها هذه المحكمة التجارية فهي تنظر بحسب الموضوع وليس بحسب هوية الشخص أو بحسب كيانه هي تنظر إذا كان القضية التجارية هذه لها يعني أطراف تنطبق عليها الكائل أو عمل التجاري تكون داخل بوتقة أو داخل اختصاص المحكمة التجارية جميل أستاذ عبد الكريم نتكلم على هذه المحاكمة التجارية هل تحتاج إلى شيء من ديوان المظالم حتى تكون الأمور أكثر سلاسة في هذا الجانب برأيك؟ لن تحتاج بعد سلخها إلى أي أمر إلى أن تنتهي جراءات هذه ناقلة دوائر إلى المحاكمة التجارية فأعتقد أنها لا تحتاج أكثر من الإجراءات الوقتية الآن المحددة أعتقد بشهر شعبان فحددت هذه المرحلة إلى أن تكون إجراءات نهائية بما يختص من ديوان المظالم إلى المحاكمة التجارية فأعتقد أنها تحتاج أكثر من سرعة إجراءاتها التي متعلقة بها في القضايا الموجودة لدى الدوائر التجارية بديوان المظالم أما في المرحلة القادمة فإنها لن تحتاج من ديوان المظالم أي إجراءات أو أي إشراف أو أي عمل لأنها ستكون تابعة لجهاتها المختصة من القضاء العام جمي أستاذ عبد الكريم القاضي المحامي شكرا جزيلا لك من مكة المكرمة شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الحلقة أيضا الأستاذ ريان مفتي محامي ومقتص قانوني أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معي في هذه الفترة على وجودك في هذا البرنامج أستاذ ثامر عندك تعليق ما يتعلق بوجود العوائق لازم دائما أن نكون منطقيين أي عمل وانتقال لابد من عوائق لكن اللي نرىه اليوم أنه فيه تنسيق رأسي القضاء مشتغلين شغل كويس الوثيقة فصلت كل ما يتعلق بهذا الأمر أستاذ ثامر سكيحكي المحامي ومقتص القانون شكرا جزيلا لك وجودك معي في هذه الفترة والشكر مصور لكم أنتم أعزائي المشاهدين على وجودكم معي وتخصيص وقتكم تمين في متابعتنا تقبلوا تحياتي فيصل منتشلو وتحيات باقي فريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة